موسيقى موسيقى يوجد في هذه الأيام هجوم شرس وعنيف على الكتاب المقدس هجوم من المتشككين من الملحدين من المسلمين من العلمانيين وللأسف الشديد العديد من المسيحيين أيضا بشككوا في صحة الكتاب المقدس ورح نتناول موضوعات كتير حتى نعالجها ونشرحها من خلال هذه الحلقات في هذه الحلقة السؤال هل فعلا ولد المسيح من العذراء رح نتكلم عن الميلاد العذراوي ليسوع المسيح هل ولد من عذراء وما هي الأدلة التاريخية أو الكتابية في العهد القديم ما هي الأدلة في العهد الجديد وما هي الأدلة اللي بشكل عام نسمعها من هنا وهناك سواء من تاريخ الكنيسة أو آباء الكنيسة إلى يومنا هذا ابقوا معي حتى نعالج هذا الموضوع المهم ونلقي الضوء على هذا الموضوع الخاص والهام هل فعلا ولد المسيح من عذراء سأعود بعد هذا الفاصل فقال لها الملاك لا تخاف يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تضللك فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله هل فعلا ولد المسيح من عذراء الشيء الجميل أحبائي في الكتاب المقدس في صفحاته من العهد القديم إلى العهد الجديد يسير بتناغم بتوافق بانسجام تام وكله بكمل بعضه طبعا الكتاب المقدس لا يترك موضوع إلا بيعطي الشرح عنه أولا ولسيما موضوع في غاية الأهمية مجيء المسيح الفادي في ملء الزمان حتى يقدم خلاص لكل البشرية نحن نعرف أن الله خلق آدم وحواء ذكرا وأنثى خلقهما على صورته وعلى مثاله ووضعهم في جنة عدن وعطاهم أن يتسلطوا على كل الحيوانات وكل طيور السماء وعطاهم امتيازات وأمور جميلة جدا وعاشوا في هذه الجنة عيشة حلوة طبعا بدون خطية الرب اتكلم مع آدم وقال له أنه من كل شجر الجنة بتوكل ما عادها شجرة واحدة شجرة معرفة الخير والشر وفعلا نحن نعرف القصة أنه جاءت الحية اللي هو إبليس أغوى حواء ومن حواء أعطت لرجلها أكل معها من الثمر وكلهما سقطا في الخطية وهذا طبعا قاد إلى خوف شديد وإلى انفصال تام عن الله وفعلا كل الأمور اتغيرت وكل المعايير والمقييس اتغيرت فالله كما وعد أنه إن أكلت من شجر هذه الشجرة موتا تمتا وفعلا تمت نبوة الله اتحققت وطبعا أدان آدم وحواء لكن بشكل خاص من خلال وسط الدينونة الله أعطى وعد ونسمي هذا الوعد في الكتاب المقدس الوعد المسياني أنه سيأتي المسيح مستقبلا ويكون الفادي ويكون المخلص لكن الرب أعطى كمان سبيسيفكس أعطى يعني توجيهات محددة مهدفة وهذه الأمور اللي الرب أعطاها في سفر التكوين نشوفها إصحاح 3 والآية 14 والآية 15 فقال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية على بطنك التسعين وتراباً تأكلين وتراباً تأكلين كل أيام حياتك وأضع أي 15 وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو يصحق رأسك وأنت تصحقين عقبه وهذا طبعاً تم بمجيء المسيح عندما أكمل العمل الكامل بموته على الصليب صحق الشيطان صحقاً كاملاً وهذا الصحق وعد به أولاد وبنات الرب أنه سريعاً سيصحق الشيطان تحت أرجلكم أيضاً لكن على أي حال اللي بهمنا في هذا الموضوع الوعد المسيحاني الوعد المسيحاني اللي الله بيتكلم من قديم الأيام أنه في ملء الزمان سيرسل من نسل المرأة وحدد من نسل المرأة وليس من نسل الرجل طب شو اللي بيخلينا ندرك أنه هذا يكون ميلاد عذراوي إحنا بنعرف من الكولتشر اليهودي والعادات اليهودية ومن الكتاب المقدس في سلسلة الأنساب إذا بتطلع على سفر التكوين إصحاح 5 سفر التكوين إصحاح 11 إذا بتطلع على سفر أخبار الأيام الأول وأخبار الأيام الثاني إذا بتطلع على سفر عذرا وسفر نحمية بتشوف أسماء كثيرة وسلسلة أنساب كثيرة وهذه الأنساب دائماً تتكلم أنه بتيجي من خلال الرجل فدائماً بيتكلم عن الرجل لكن ببداية الأيام الله وضح أنه رح ييجي هذا المخلص رح ييجي من نسل المرأة وهذا الذي سيأتي من نسل المرأة سيقوم بالخلاص العظيم وسيكون فعلاً الفادي والمخلص أيضاً ونحن نعلم أنه المسيح جاء من نسل المرأة أنه المسيح ولد من عذراء المسيح جاء من نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب المسيح جاء من صبت يهوذة والمسيح طبعاً ولد في بيت لحم والمسيح جاء من عائلة يسا والمسيح جاء من بيت داود لكي يملك على بيت داود إلى الأبد والتوقيت أحبائي بحسب نبوة دانيال أنه المسيح جاء في التوقيت أو سيأتي في التوقيت المحدد والمعين وتمت هذه النبوة بتفصيل وبتطقيق تام وهذا اندل على شيء بدل على أهمية هذا الموضوع وطبعاً الأيام بتتطور في أيام النبي الشعياء طبعاً بيعطي وعد آخر في سفر الشعياء إصحاح 14 وهون يمكن اللي كتير من الناس عم تتفاصل عليه أو عم تتجادل على هذا الموضوع بسياق الحديث أولاً لمين كان بيتكلم وشيء تاني المعنى اللغوي للكلمات بتحدد طبعاً هوية يسوع المسيح اسمحوا لي أن أقرأ بعض الآيات أيضاً من سفر الشعياء النبي إصحاح 7 طبعاً والآية 10-16 حتى أعطي كل سياق الحديث ثم عاد الرب فكلم أحاز قائلاً أطلب لنفسك آية من الرب إلهك عمق طلبك أو رفعه إلى فوق فقال أحاز لا أطلب ولا أجرب الرب فقال اسمعوا يا بيت داود هل هو قليل عليكم أن تتجروا الناس حتى تتجروا إلهي أيضاً ولكن يعطيكم السيد نفسه آية هل عذراء تحبل وتلد ابناً وتدعو اسمه عم نئيل زبداً وعسلاً يأكل ما تعرف أن يرفض الشر ويختار الخير لأنه قبل أن يعرف الصبي أن يرفض الشر ويختار الخير تخلى الأرض التي أنت خاش من ملكيها وطبعاً إحنا بنعرف أنه بكمل في نبوة طبعاً إشعياء الإصحاح التاسع بقول في إصحاح التسعة الشعب السالك في الظلمة أبصر نوراً عظيماً الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابناً وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيباً مشيراً الذي سيولد لاحظ مكتوب عنه إلهاً قديراً أباً أبدياً رئيس السلام لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته هذا الوعد الذي قبلاً أعطاه الرب للملك داود ليثبتها ويعضضها بالحق والبر من الآن إلى الأبد غيرت رب الجنود تصنع هكذا فإذن أحبائي من خلال هذه الآيات نستطيع أن نستشف عدة أمور النبي إشعياء أجى للملك أحاز الملك أحاز كان ملك شرير وإذا بدك تعرف أكتر عن شره فيك تقرأ في ملوك التاني إصحاح 16 هذا الملك الشرير صنع الشر في عيني الرب وزاد وكثر من صنع الشر لدرجة يقول الكتاب أنه عبر أجاز أولاده في النار وهذه العبادات الوثنية كانت تقام أنه يقدموا ذبائح للإلهة مولوك وملكم وآلهة أخرى طبعا اللي كانت منصوبة في وادي بن هنوم اللي أجت منها كلمة جهنم جهينا في هذا الوادي كانوا بحطوا ستاتيوس كانوا بحطوا أنصاب ومعابد اللي بقدموا هذه الذبائح هذا الإله كان يعتبر إله إدخين اسمين يعني شكله ومعمول من لبرونز إله مجوف كانوا بحموا لحد من نحاس يتحول إلى أحمر وكانوا بحطوا الطفل على هذا فتخيل أنت صراخات الأطفال التي كانت تسمع في أذني الرب فتخيل أنه بعض حتى من ملوك يهود للأسف اللي منهم الملك الشرير الملك أحاز عم بيرتكب هذا الشر كان في حالة خوف كان في حالة ذعر لأنه كان فيه تحالف سياسي بين مملكتين المملكة الشمالية اللي هي إسرائيل وأحيانا تسمى أفرايم العاصمة السامرة يعني كانت تسمى إسرائيل أيضا السامرة وبمساعدة أرام شمالا اللي هي سوريا الملك رصين وهذا التحالف السياسي كان ضد الملك يهودا الملك مرعوب جدا من هذا الموضوع فالشعياء بيجي حتى يخفف من خوف ومن رعب هذا الملك فعم بيقول لهذا الملك يعني اطلب لنفسك آية تصور عم بيكلم هذا الملك الشرير بقول له طب اطلب آية جرب الرب طب ليه عم بيقول له طيب اطلب آية يعني اطلب من الرب هذا الملك كان شرير جدا أحبائي الملك أحاز لأنه عم بيعمل مشورات شريرة ضد الرب فبدل ما أنه يطلب الرب كان بيطلب العرفين وأصحاب التوابع وكان بيستشير هؤلاء العرفين حتى يعرف وضعيته حتى يعرف ظروفه السياسية إذا هذا الاحتلال أو هذا طبعا التآلف والتحالف العسكري والسياسة بين آرام وبين إسرائيل لخلع ملك يهود عن العرش فالنبي إشعياء عم بيشجع هذا الملك ما تروحش لعرفين ما تروحش لناس تانين اطلب لنفسك آية لكن من كتر شره بدي أعمل حاله أنه كمان يعني مؤمن بقول يعني لا أنا مش راح أطلب وشوف يعني الكلمة في إصحاح في إصحاح سبعة في آية أربعة عش فبقوله يعني أطلب لنفسك آية من الرب إلهك عمق طلبك أو رفعه إلى فوق فقال أحاز لا أطلب ولا أجرب الرب وبيتكلم مش عن إيمان بيتكلم لأنه أردي عم يعني عم بيطلب العرفين وعم بيطلب أصحاب التوابع كيف منعرف لما بيستمر الكلام الشعياء في الإصحاح الثامن بقول في آية تسعة وإذ قالوا لكم أطلبوا إلى أصحاب التوابع والعرفين المشقشقين والهامسين ألا يسأل شعب إلهه أيسأل الموت لأجل الأحياء إلى الشريعة وإلى الشهادة إن لم يقول مثل هذا القول فليس لهم فجر فطبعا أحاز طلب مش لأنه رفض مش لأنه مؤمن أو يجرب لأنه بالواقع عم بيعتمد على العرفين فالنبي الشعياء بقول له طيب شوف أنت مش عاوز السيد نفسه هو اللي رح يعطيك الآية وهاي الآية رح تكون معجزة وهاي هون يمكن اللي الشراح بيختلفوا عليها بقولها العذراء تحبل فالشيء الأول أحبائي لما بيطلب من الملك أحاز الملك أحاز عم بيقول له الشعية أنه هذا التحالف بين آرام بين إسرائيل وبين سوريا رايح يعني قبل ما ما يكبر الولد رح تشوف أنه الصيت يعني اندثروا انتهوا خلاص كيف منعرف من الآية نفسها اللي قرأناها أحبائي لأنه قبل أن يعرف الصبي أن يرفض الشر ويختار الخير تخلى الأرض التي أنت خاشن من ملكيها يعني ملك إسرائيل وملك أرام في الإصحاح الثامن شوف قال لي الرب خذ لنفسك لوحا كبيرا واكتب عليه بقلم إنسان لمهير يعني في العبرة يعني سريع شلال حاش باز اسم طويل كانت الأسماء هي رسالة يعني الله عن بعطي رسالة ليهودة وأن أشهد لنفس شاهدين أمينين أوريا الكاهن وزكريا بن يبرخيا فاقتربت إلى النبي اللي هي زوجة إشعياء فحبلت وولدت طبعا زوجة إشعياء لم تكن عذراء لأنه في الإصحاح السابع إشعية بيكون عنده ولد بيخلف ولد اسمه الشاعر يشوف أوكي فيعني أوردي عنده طفل لكن هون أحب يشوف التكملي للي بقوله في الصحف سبعة فاقتربت إلى النبي فحبلت وولدت ابنا فقال للرب أدعو اسمه مهير شلال حاش باز مرة تانية لأنه قبل أن يعرف الصبي أن يدعو يا أبي يا أمي يعني بابا ماما تحمل ثروة دمشق وغنيمة السامرة قدام ملك أشور فعم بيشجع الملك أحاز بقوله أنت على إيه خايف يعني قبل ما يعني ما رح يخلف ولده اسمه يعني الاسم الطويل طبعا مهير شلال حاش باز قبل ما ينمو يعني يعرف يوكل زبد وعسل أو قبل ما يقول بابا أو ماما رح تحمل الثروة يعني رح يجي ملك أشور طبعا استأجروا الملك أحاز في هذه الفترة الزمنية في أيام تغلت فلسر وطبعا استكمل فشال منصر عندما يعني قضوا على السامرة بعتقد في آخر ملك إسرائيل كان اسمه هوشع ويسبوا إسرائيل إلى أشور هذا السبي كان في سنة 722 قبل الميلاد يعني كان في مراحل وتدرج ابتدأت بس أنه قبل ما يدعو السبي بابا ولا ماما أشور فعلا أجد قضت على رصين اللي هو ملك أرام وقضت على إسرائيل وطبعا هيك أنقذ أحاز بس شو الإشكال أنه أحاز عمل تنازلات كبيرة في الهيكل والعبادات الوثنية إلى آخرها فإذن الشعية بيتنبأ في الحاضر للمعاصرين أنه خلف ولد وقبل ما يكبر الولد يأخذ القرارات أشور رح تيجي وتخلص على إسرائيل وأرام شيء تاني على أنت خايف يا ملك يهوذة الملك أحاز هو الرب مش وعد أنه أنه داود واللي رح يجي من نسل داود الملكة رح يجلس على كرسي داود إلى الأبد الله اللي تمم كلمته في الماضي مش رح يتمم كلمته في الحاضر فأنت لو أنت كنت مؤمن بالله لازم تعرف أنه مين مكان أشور بابل أرام إسرائيل أي دولة ضد يهوذة مش رح يقدروا يخلصوا على أي ملك يعني قضاء كامل لأنه لازم يجي المسيح من النسل الملكة عم بقول لأحاز يعني أنت مش عارف أنه لازم أنه المسيح اللي هو بيتكلم عنه هالعذراء تحبل وتلدوا ابنا وتدعوا اسمه عم منويل مش المفروض يجي من نسل داود على أي خايف من أرام والسامرة أنه يخلعوك عن العرش وأنك أنت تنتهي من الملكة على مملكة يهودة هذا الشيء الثاني اللي إشعية بالوقت المعاصر عم بيشرح لملك يهودة الملك الشرير الملك أحاز لكن أحب أهم شيء في كل الموضوع الشيء الثالث أنه إشعية بقول أن هاي الولادة رح تكون معجزة لأن دخول المسيح إلى العالم رح يكون معجزة وبالنتيجة أنه في نبوات كلها عم تتكلم شمال يمين من آلاف السنين من آدم إلى آخر نبف العهد الجديد كلها مقتطفات اللي بتتكلم فإن شهادة ربنا يسوع المسيح هي روح النبوة فالنبوات هي كلها عم تنحصر في شخص يسوع المسيح فالشعية عم بيستخدم استلاح والاستلاح بقول هالعذراء كلمة عذراء بتعني الشابة ممكن تكون تزوجت هي على سن الزواج يعني شو سن الزواج بهذه الفترة عمر 14 بلغت يعني أو 15 بالكتير بقول هالشابة هالعذراء باللغة العبرية علماء تحبل وتالدوا ابنا وتدعوا اسمه عم نوئيل طبعا في إنجيل ما التقال الذي تفسيره الله معنا الشعياء بيتنبأ عن الميلاد العذراوي فبقولوا طبعا في كلمات أخرى في العهد القديم مزبوط في كلمة نعرا اللي بتعني برضو كمان فتاة في كلمة بتلا مثل بتول في اللغة العربية لكن برضو مش غلط لأن الكتاب المقدس في كده آية في الكتاب المقدس بيتكلم عن العذراء بنفس المعنى علماء فمثلا بيعطيكو بعض الأمثلة في سفر التكوين صحح 24 بيتكلم عن رفقة إنه هي علماء يعني كانت عذراء في أمثال 3019 بيتكلم عن طريق رجل بفتاة علماء في اللغة العبرية يعني عذراء في نشيد الأنشاد إصحاح 1 آية 3 لذلك أحبتك العذارة ترجمتها علماء علموت في صيغة الجمع وعذارة بلا عدد نفس السفر نشيد الأنشاد إصحاح 6 والآية 8 بنرجع لسفر الخروج صحح 2 آية 8 بتكلم عن مريم أخت موسى أوكي بيتكلم في مزمور 68 آية 25 فتيات ضاربات الدفوف على موت في الجمع وهكذا أحبائي فإذن ولادة ابن إشعياء كان رب جلب الأشعريين على مملكة إسرائيل ومملكة آرام القضاء عليهم وأنه فعلا أحاز بقية مع أنه كان ملك شرير لكن شكرا للرب أجاء ولد يعتبر من أحلى الولاد اللي هو الملك حزقية ملك يهودة الملك المستقيم اللي صنع المستقيم في عيني الرب فإذن قبل ما يولد ابن إشعياء انتهت إسرائيل وانتهت آرام تمت النبوة وأنه أنه الله مش راح يعدم من كرسي داود أنه ينتهي لأنه لازم المسيح يجي من المل النسل الملوكي وهذا طبعا اللي بيتكلم عنه في العهد الجديد اللي هو منسمي معجزة التجسد يعني معجزة التجسد مجيء المسيح إلى أرضنا إلى عالمنا لاحظ مش بيتكلم عن الظهورات ظهورات المسيح في العهد القديم كان المسيح يعني بيشوفه شخص رجل ناضش كامل والظهور كان سبيسيفيك كان محدد مهدف لغرض معين وخلاص بيختفي بس هون ما جيء المسيح يعني حبل بي في أحشاء القديسة مريم العذراء بالروح القدس هذا بيسموها التجسد فالتجسد هو معجزة حلول الروح القدس بطريقة معجزية طبعا بدون أب بشري ولاحظ التوقيت أنه مش بس كان ميلاد عذراوي مش بس كان من نسل المرأة نبوة إشعياء رغم أنه تمت جزئيا في أيام الملك أحاز أنه فعلا انتهت إسرائيل وآرام وخذوا إلى السبيل الآشوري لكن قبل 700 سنة تنبأ عن الميلاد العذراوي بيسميها آية علامة بيسميها معجزة وهذا الشيء المهم بيسمي هذا الميلاد عمانوئيل عمانوئيل يعني الله معانا وهذا الإصطلاح كان يقال عن أرض عمانوئيل اللي هي الأراضي المقدسة تتميم للنبوات فإذا هذا التحالف بين سوريا وإسرائيل ضد يهوذة ضد الملك أحاز انتهى في طبعا أنه يخلعوا عن العرش انتهت وتمت نبوة إشعياء النبي قبل نضوج الولد انتهت إسرائيل انتهت أرام طبعا من قبل إشعياء لكن إشعياء بقول في صحة تسعة أنه من كرسي داود سيملك على بيت داود إلى الأبد وهي النبوة أحبائي اللي منشوفها في العهد الجديد اللي بتشوف التكمل كيف يعني الله بيمشي بتناغم بتناصق وانسجام في إنجيل متة بيبتدي كجسر بيربط بين العهدين العهد القديم والعهد الجديد بيتكلم عن شرعية المسيح وعن مصداقية المسيح وعشان اليهود كانوا بينتظروا المسيح اللي هو ابن داود اللي بتمم النبوات اللي هو المسيح يعني الملك والمخلص أنا بتكلم بحسب الفكر اليهودي هنا فبيختتم سلسلة النساب وبيجي بسلت الضوء على شيء مهم جدا أحبائي إذ يقول أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعها وجدت حبلة من الروح القدس فيوسف رجلها إذ كان بارا ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرا فهي في إنجيل متى طبعا الإصحاح الأول أحبائي بيتكلم عن هذا الموضوع بكمل ولكن فيما هو متفكر يوسف النجار في هذه الأمور إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطيهم بقول لكي يتم ما قيل بالنبي بإشعياء طبعا العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عم نويل الذي تفسيره الله معنا ونفس القصة أحبائي نشوفها في بشارة لوقة الإصحاح الأول لوقة بيتكلم أنه الملاك بيكلم مريم بقولها وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله فإذن هون بتشوف القصة بحسب بشارة متة وبحسب بشارة لوقة أيضا فإذن ميلاد عذراوي من نسل المرأة النبوة قبل 700 سنة بسميها آية بسميها معجزة بسميه عمانوئيل يعني الله معنا دخول معجزة إلى هذا العالم وطبعا بيتكلم عن الظروف طبعا لهذه الولادة أحبائي أنه كانت في أيام أغسطس قيصر اللي سن قانون بالإحصاء فلازم يوسف ومريم يروحوا لبيت لحم في أيام الوالد كيرينيوس بيتكلم هون معلومات تاريخية في أواخر ولد المسيح في أواخر الملك هيرودوس الكبير وهكذا ظروف الولادة أحبائي يوسف لما سمع الخبر لما شاف مريم كان عنده حل من اتنين يا يفضح علانية ومع الحق أنه شايف حامل وطبعا مش معقول لازم تكون عرفة رجل لكنه كان بار الكتاب يتكلم فعمل الشيء الصح كان بفكر لأنه شخص نبيله شهم أنه يأخذ معاه شهود اتنين يروح لرباي ويقول مش أنا المسؤول عن هذا الحمل وبفك الخطوبة وبترك مريم طبعا لرحمة الله لكن وهو متفكر في هذه الأمور ظهر له ملاك الرب وقال له يا يوسف لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل فيها هو من الروح القدس لو أن الأمور ماشي بشكل زي ما تقول لعب العرائس كان منقول ظروف الولاد يمكن بيختلف لكن كون يوسف يشك وسؤال مريم كيف يكون هذا والنبوات والظروف المحيطة والإحصائية وساكنين بن ناصر ويروحوا لبيت لحم كل هذا الظروف هو اندل على شيء بدل على صحة كلمة الله ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير موسيقى موسيقى هل فعلا ولد المسيح من عذراء طبعا احنا قلنا معجزة التجسد اي يعني بنتكلم انه حبل بيسوع او حبلة بها في مريم بالروح القدس بطريقة معجزية بدون اب بشري السؤال للميلاد العذراوي خلينا اقول بعض الاسباب وانا بتكلم على فكرة بحب اشجع كل شخص انه التلفونات ظاهرة على الشاشة امامك وعلى فكرة فيك تتواصل كمان عن طريق معنا عن طريق السكايب وفيك تتواصل كمان عن طريق الفيسبوك ماسنجر ليكن نور والسكايب كمان ليكن نور اول شيء احبائي الميلاد العذراوي يعني خلينا ننظر اليه من عدة اوجه اولا الخلاص ينبغي ان يكون من الرب زي ما انه كانت الخلاص لادم وحواء بطريقة الهية مبادرة الهية انه حاول ادم وحواء انه يلبسوا اوراق يغطوا العورة باوراق من التين لكن مكتوب انه الله البسهما اقمسة اقمسة من جلد يعني كان فيه دبيحة ومنعرف انه بعديها يعني هابيل قدم ذبيحة ومنعرف انه نوح ابراهيم الاخير خلاص صارت العادي متبعة فاذا الخلاص ينبغي ان يكون من الرب يعني اسلوب طريقة الهية كما وعد الرب انه من نسل المرأة يأتي المخلص وعندما يأتي المخلص يعني يصحق رأس الحية ان يدمر عمل الشيطان ليس من خلال اي عمل بشري بل بطريقة معجزية خارقة الهية الرسول بولوس بيتكلم عن هذا الموضوع ولكن لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت النموس ليفتدي الذين تحت النموس لننال التبني وخلي بالك يعني كمان في الرسالة الى العبرانيين يقول الكتاب المقدس فاذ قد تشارك الاسخحة اثنين فاذ قد تشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك هو ايضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت اي ابليس ويعطق اولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية فاذا وعد الرب انه من نسل المرأة يدمر الشيطان وعمل الشيطان فمشان هيك اللازم يجي بطريقة خارقة الهية شيء اثنين يعني الاول قلنا الخلاص هو مبادرة طريقة الهية مستحيل انه تكون طريقة انسانية حاول انسان بس ما ادرش يصل لالله شيء تاني الميلاد العضراوي جعل اتحاد اللهوت اتحاد كامل بين اللهوت وبين الناسوت في شخص واحد اللي هو يسوع المسيح اللي كان فيه التوازن في الصفات الالهية هاي الطريقة والكيفية اللي الله ارسل الله بها ابنه الى هذا العالم كما يقول في انجيل يحن اسحاح 3 آية 16 لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية ابنه الوحيد وانحنا طبعا اقتبسنا غلاطي اربعة ولكن لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة لو انه الله خلق المسيح كما يدعي البعض وارسله الى العالم كشخص كامل عندها لا نستطيع ان نرى انسانية يسوع ولا تعاطفه مع البشرية ولا حتى ممكن يكون من نسل ادم ولم يأتي بنفس الوقت من اب وام عندها كيف نفسر الطبيعة الالهية ليسوع المسيح اذ انه جاء طبعا من طبيعة ادم مقصود ما عدا الخطي يعني اجا كانسان من ادم بدون ما طبعا الطبيعة الخطاء الموروثة من ادم لانه ولد وحبل بيه من الروح القدس شيء ثالث الميلاد العذراوي تظهر طبيعة المسيح الانسانية بدون الخطي الموروثة الوق لما بشر القديسة مريم العذراء قال الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظل لك فلذلك لاحظ القدس يعني بلا خطيئة منفصل كاملا القدس المولود منك يدعى ابن الله حبل بيه بالروح القرس وانا بيتكلم عن الطهارة الادبية الكاملة لانه قدس الله هذه طريقة الله انه الميلاد العذراوي حتى لا يتورس الطبيعة الخطاءة القدس المولود منك يدعى ابن الله حبائي يعني انا اؤمن بالميلاد العذراوي لانه الشرح عن الميلاد والتفسير اكتر من اي ادلة اخرى ضد الميلاد العذراوي انا اؤمن بالميلاد العذراوي لانه بقامن في كل الانجيل لما بتقرأ في التكوين لما بتقرأ في اشعية سبعة لما بتقرأ في اشعية تسعة بتشوف كل هذه الشهادات فأنت لازم تؤمن بالإنجيل ككل كما هو ويقرر الإنجيل طبعاً اللي بين إدينا بطريقة قاطعة ويقينية يعني بدون أدنى شك أن المسيح ولد من عذراء فإذا إنكارنا للميلاد العذراوي هو إنكار الإنجيل المقدس شيء تاني أحبائي اللي سجل الولادة المسيح البشير متى واحد من الرسل ولوقى الطبيب المؤهرخ اللي طبعاً أخذ واستمد كل معلوماته من بطرس ومن القديسة مريم العذراء ومكتوب كل شهادة لازم تكون على الأقل على فم شاهدين فإذا البعض بقول طب مرقص البشير مرقص لم يذكر شيء عن ميلاد المسيح من عذراء مرقص قرر ميلاد المسيح العذراوي كحقيقة ضمناً مع أنه لم يسجلها لفظاً مثل متى ومثل إنجيل لوقة بيبتدئ إنجيله بقول إنجيل يسوع المسيح ابن الله هو ذكر في إنجيل مرقص إصحاح 6 آية 3 يعني الاستهتار والسخرية من يسوع بقوله عنه أليس هذا النجار ابن مريم؟ ليه ابن مريم؟ لأنه كان الشيء متعارف عليه ومريم العذراء كانت ما زالت على قيد الحياة فليت يكتب ومريم ما زالت موجودة متى ولوقة كتبوا عشان يقرروا هذه الحقيقة يحنى مثلاً يقدم عن أزلية المسيح ككلمة الله سألوه في إنجيل يحنى أين هو أبوك؟ قال يسوع لستم تعرفونني أنا ولا أبي رسول يحنى بيتكلم والكلمة صار جسداً وحل بيننا ورأينا مجده مجداً كلماته قال تطلق على الله الذي يحل بحضوره في وسط شعبه بولوس طبعاً ما كانش مؤرخ لكن كان لهوتة قرر هذا السر العجيب حقيقة لهوتية مثلاً لما بيكتب لكلوس الإصحاح الأول والآية الأولى بقول نشكر الله وأبى ربنا يسوع المسيح كان يدرك من مجيء المسيح من السماء في آية 17 في نفس الإصحاح بول الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل ولما كتب لكنيسة كورنتوس في الإصحاح الخامس عشر رسالته الأولى بيتكلم عن المسيح بقول عنه الإنسان الثاني الرب من السماء الإنسان الثاني الرب من السماء مرات تسميه آدم الثاني أو آدم الأخير حبائي لازم نآمن بالميلاد العضراوي لأنه شرط لازم للاعتقاد بلهوت المسيح أن المسيح هو ابن الله هو المسيح بالذات لما بتنكر الميلاد العضراوي أنت بتنكر كل شيء أصلا بتنكر صحة الكتاب المقدس بتنكر معجزات الكتاب المقدس هو التجسد مش معجزة حياة المسيح أليست معجزة قيامة المسيح من بين الأموات أليست معجزة القيامة في يوم الدين مش رح تكون معجزة قيامة الأجساد طيب الميلاد الثاني التجديد من الروح القدس عندما نولت ثانية أليست هذه معجزة فعندما تنكر معجزة فأنت تنكر كل معجزات الكتاب المقدس أنا أؤمن أنه رب يسوع كان عجيب في حياته أيضا عجيب في ميلاده بالواقع سمو أخلاقياته وطبيعته وصفاته بتحرم علينا أن نحط المسيح في مصاف البشر خلينا أسأل سؤال هل في شخص في كل التاريخ قام مثل يسوع المسيح سيبك من الخزعبلات اللي مرات بيستخدموها عن المصريين الإله أزريس وأزيس أخته والإبن حورس وكل هاي القصص أو الميثالجي تبعته هنا سيبك من هاي القصص لما بتقرأ بالكتاب المقدس بتشوف تسلسل الأفكار وحدة وترابط الكتاب المقدس وهذا أكبر دليل أحبائي على صحة عذراوية المسيح بس مسيح واحد اللي هو فريد ومتميز أنا بحب كما قال أحد رجال الله عذراوية المسيح هي حجة لعذراوية ميلاده انظر إلى حياة يسوع المسيح وهل شيء صعب أن نقول ولد من عذرا ألم يقم الموتة ألم يفتح العيون وهل صعب عليه أن يأتي بمعجزة فهو الله القادر على كل شيء ماذا عن تاريخ الكنيسي يعني عارف ماذا عن أغناطيوس اللي هو كان أسقه في أنطاكيا ماذا عن جستنيان ماذا عن إيرانيوس ماذا عن ترتليانوس أوريغانوس كلهم شاهدوا بفم واحد المسيح ولد من عذرا قانون الإيمان المسيحي أجمعت عليه كل الكنائس أن المسيح ولد من عذرا في عهد طبعا الزمن التاريخي اللي بيتكلم عنه في الكتاب المقدس وأنه الإنجيل اللي هو الأخبار الصارة مش راح يكون إنجيل وإنجيل بيصبح بلا قوة إذا ما فيوش الميلاد العذراوي الميلاد العذراوي أحبائي معجزة آية علامة التوقيت التاريخي كان بدقة حدثت في وقت الاكتتاب أيام كيرينيوس وقت ولادة يسوع في أواخر أيام هيرودوس مثل ما ذكرت طريقة وأحداث القصة كلها وطريقة يوسف كله تعبير أحبائي عن ظروف القصة والأحداث إنه كلها صحيحة بتأكد ولادة يسوع المسيح العذراوي البعض اعترض طب ليه مرقص اللي هو أول كاتب كاتب إنجيل مرقص وإنه الآن إنجيل أخرى بالحقيقة اعتمدت على إنجيل مرقص اللي هو أقدم وأول طب احنا قلنا أنه مرقص بالعكس بأكد هذا الميلاد لأنه بيبدأ بقول بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله يعني قررها كحقيقة لأنه مريم العذراء كانت ما زالت على قيد الحياة وأنه كتب في توقيت مبكر جدا لا تحتاج إلى رواية مريم موجودة كان ممكن الناس تروح لمريم لكن وضع تركيزه على التعليم والمعجزات لو كانت موضوع جدل حتى يحن البشير اللي كاتب آخر إنجيل كان صحح لأنه كان يكتب ضد البدع بدع الغنصية وبدع أخرى كان كتب ضد بدعة اللي بترفض ميلاد المسيح العذراوي يقول والكلمة صار جسدا ابنه الوحيد أو ابن الله الوحيد فهو لم يولد من يوسف لكنه تجاوز هذه الميلاد العذراوي رجع إلى الأزل يسوع المسيح أرسل الله ابنه مولودا ولوقا طبعا كان رفيق بولوس طبعا البعض بيعترض لأنه فيه كتابات يهود كتير فيه كتابات من اليهود إلى يومنا هذا تعرفوا اليوم للأسف بإسرائيل مثلا بقولوش يشوع بالعين بالآخر يعني تعني المخلص بالكلمة بيختصروها بقولوا ياشو شو يعني ياشو يمخي شمو ذي زخرو يمحى اسمه وذكر إلى يومنا هذا أليس هذا دليل للميلاد العذراوي وطبعا ما عداك عن كل الكتابات اليهودية اللي بيتكلم عن سحر المسيح وأنه ابن الزنا يعني للأسف أنا عم بقولها بس لأنه هذا موضوع الجدل اللي داير في هذه الأيام اليهود بقولوا عن يسوع أنه ابن غير شرعي للأسف بقولوا أنه ابن زاني لفقوا قصص كثيرة منها في مرقس أليس هذا ابن مريم يعني عم بيسخروا منه عم بيستهزقوا منا حتى في إنجيل يحن صاح 8 آية 41 اسمع شو بقول إننا بقولوا ليسوع إننا لم نولد من زنا لنا أب واحد وهو الله طبعا المسيح برد عليهم بعدين بقول لكم أب هو إبليس وشهوات أبيكم تتم ليه عاوزين يقتلوا يسوع المسيح والقتل والعنف عم بقول يسوع كان ذاك قتالا منذ البدء إنه هاي صفة الشيطان اللي بيستخدم العنف والقتل وكله حتى في اسم الدين هذا بيكون ابن للشيطان عندما اتهموا يسوع إنه أكول وشريب اتهموا يسوع هاي الكلمة إذا بتكتدرسها من ناحية الكولتشر العادات والتقاليد تطلق عادة على ابن الزنا الابن الغير الشرعي يعني كانت في أيام يهود فلسطين يعني لما بقوله هاي العبارة كان بتتهموه هذه التهمة للأسف فإحنا إذا في هذا الاتهام معناته في قصة صحيحة عم تدون من كتاب العهد الجديد الجديد السند للميلاد العذراوي إنه المسيح كان فريد بحياته فريد بمعجزاته فريد ومتفوق بالتعليم متميز في كل شيء في آلامه في صلبه في موته في قيامته في ظهوراته في صعوده كل شيء وهل كل هذه الأمور بيعجز إنه يولد أو يدخل إلى العالم بطريقة فريدة متميزة حباء كل الغرض من الميلاد العذراوي لكي يكون إنسان إنسان كامل لكي يموت عن الإنسان اللي بيموت عن الإنسان ينبغي أن يكون بلا خطية والميلاد العذراوي بيتمشى مع طبيعة المسيح هو الوحيد بلا خطية حتى يكفر عن خطية الإنسان فالفادي لازم يكون إنسان عشان يتعاطف مع الإنسان مستحيل يكون ملاك لأنه الملاك مخلوق المسيح مولود يتعاطف مع الإنسان كإنسان كامل قدم خلاص كامل فداء كامل واستطاع أن يكفر عن خطية الإنسان على كل العصور والأزمان وبنفس الوقت لأنه ابن الله يستطيع أن يرضي ويوفي المطالب العدالة الإلهية مشان هيك مجيء المسيح إلى أرضنا وتجسد المسيح جعل المسيح جعل اتحاد اللهوت والنسود في شخص واحد وهذا ما يميز المسيح عن سائر البشر وأنه كل الغرض نرجع على التكوين حتى يصحق رأس الحية حتى يفتدي الإنسان من اللعنة من النموس من الخطية ويقدم له الفداء الكامل بعدها للأسف في القرن أو آخر القرن الثاني الأول وبداية القرن الثاني في أساطير وفي قصص كتير عم تتكلم عن الميلاد العذراوي لكن زادوا المسيح بيتكلم بالمهد والمسيح بيخلق طيور وبيعرف ما في قلب الناس وبينزل موائد وبيخلق طيور وبينفخ وبتصير الطير كل هاي القصص الخزعبلات الموجودة في هذه الأساطير أليست هذه الأساطير هي بالحقيقة تؤكد صحة الكتاب المقدس وميلاد المسيح العذراوي قال الشعياء قبل سبعمائة سنة السيد نفسه هو اللي رح يعطيك الآية فالمسيح آية ورحمة المسيح جاء في ملء الزمان هالعذراء تحبل وتلدوا ابنا وتدعو اسمه عمان إيل مت أكد لوق أكد يحن أكد مرقس أكد بولوس أكد ويحن البشير بالرؤية أكد على كل هذه الحقيقة المهمة الميلاد العذراوي اللي هو جزء لا يتجزأ من مخطط الله حتى المسيح يولد بدون خطية ويكون كفارة حمل الله الكامل بالعيب حتى يفديك ويفديني من الخطية بعد سمع هذا الشرح ألا يقودك إلى العرفان والجميل والامتنان اللي كلفت السماء اللي كانت في فكر الله الأزلة من أجلك ومن أجله شوف لما ميخا كتب في إصحاح خمسة النبي في آية 2 بقول وأما أنت يا بيت لحم أفراطا وأنت صغيرة أن تكون بين ألوف يا هو فمنك يخرج لي الذي يكون متصلة على إسرائيل هذا اللي رح يولت في بيت لحم لاحظ ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل منذ أيام الأزل ألم يقل المسيح أنا هو الأول أنا هو الآخر أنا هو البداية والنهاية الحي وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين ولي مفاتيح الهاوية والموت ألم يقل عن نفسه أنا هو والألف والياء البداية والنهاية الأول والآخر الكائن الذي كان الذي يأتي القادر على كل شيء أي أعجز أي أعجز أن يولد بمعجزة من القديسة من القديسة مريم العذراء سألت كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا قال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله التكمل لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله لو أراد الله أن يتخذ جسدا هل يقدر فهو على كل شيء قدير لكن هذا المخطط قبل تأسيس العالم لخلاص وفداء الإنسان اسمع ما يقول الرسول بطرس بيسند طبعا هذا السند مع بقية الرسل بقول لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح لاحظ اللي ولد في ملء الزمان ومات على الصليب بقول دم المسيح معروفا قبل تأسيس العالم وفي العبراني بقول قبل الأزمنة الأزالية فإذا هذا الخلاص معد إليك قبل ما أخطأ آدم وحواء قبل أي ذبائح في العهد القديم كلها كانت تشير هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم يسوع المسيح ابن الإنسان الكامل وابن الله اتحاد اللهوت والناسوت في شخص واحد في شخص الرب يسوع لكي يكون له الكفاءة أن يكون فاديا ويخلص الإنسان من الخطية وفي نفس الوقت يستطيع أن يوفي العدالة الإلهية وأن يرضي ويشبع قلب الله هذا بخلينا نبتهج بخلينا نفرح بخلينا نصر أنه كلفت السماء أنه يجي يسوع الكامل يتجسد ويموت على الصليب لكنه قوم من بين الأموات وهو حي إلى أبد الآبدين وهو الديان الذي سيرجع يوما ما ليدين الأحياء والأموات عند ظهري هل تضع ثقتك في هذا المخلص والرب يسوع آمن به فتأمن الرب يبارك اشتركوا في القناة